لا تعرف هند قواعد الحرب ولا هي قرأت صفقات التهدئة أقامت أسبوعين في حضن الأهل البارد وعينت جثثهم داخل سيارة إسعاف استغاثت بالصليب الأحمر ومات هاتفها المحمول قبل أن تصل فرق النجاة وباثنى عشر نهاراً مع ليلها المتجمد استسلمت ابنة الست سنوات التي دوى صوتها في أسقاع العالم مناشدة المصعفة بعبارة تعالي خذيني واختار نتنياهو أن يأخذها إلى حيث اصطحب ثلاثين ألف فلسطيني ومليون ونصف مليون ينتظرون المصير نفسه في رفح التي بدأت بتلقي أول جرعات الموت على طريق الإبادة ولم تكن هند رجب سوى عينة واحدة من الذين لصوت لهم يسمعهم العالم الخارجي لكن لا أحد يضع الآليات الإنقاذية ويكتف فقط بالتبليغ عن الحالة فمع بدء الحرب على رفح يأمر نتنياهو بإخلاء هذه المنطقة من دون أن يكون لهم أي بديل للجوء ما يعني أنه قرر صحق سكان رفح حيث ما استطاعت آلته الحربية متجاوزاً بهذا القرار اتفاقية كام ديفيد مع جمهورية مصر العربية والتي تنص بنودها على عدم دخول قوات مدرعة أو مدفعيات أو مجنزرات إلى المنطقة ما سيعد اختراقاً إسرائيلياً واضحاً لمعاهدة السلام واتفاقية المعابر غير أن المجتمع الدولي يقف عند معابر المصطلحات القلقة ولا يحرك آلياته لمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الثانية في رفح وكبرى التصريحات جاءت من واشنطن عندما قال منصق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أي عملية عسكرية كبيرة في رفح في هذا الوقت وفي ظل هذه الظروف ومع وجود مليون ونصف مليون فلسطيني يلتمسون اللجوء ويبحثون عن مأوى في رفح من دون إلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم ستكون كارثة ولن نؤيدها كتب كلمات هذه الأغنية الأمريكي ولحنها الأوروبي جوزاب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والذي ذرف الدموع على المليون ونصف المليون ممن سيواجهون المجاعة في رفح حيث لا مكان آمنا يذهبون إليه وزادت رئيسة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة آنس كيلتون على المشهد بضعا من دراما التصريحات المبكية عندما قالت إن إسرائيل تنتهك حقوق الأطفال في قطاع غزة بشكل خطير وعلى مستوى نادر لم يشاهد مثله في التاريخ الحديث لكن وبكل ما تقدم فإن الأمريكي لا يزال يقدم الدعم لإسرائيل ويده جاهزة لرفع الفيتو في مجلس الأمن بأي لحظة أما الأوروبي فلم يهدد تل أبيب بخطوة نواحدة تعزيله عن محيطه فيما تلتزم اللجان الأممية وجمعياتها مستوى الحذر في التعامل مع إسرائيل التي لقنت العالم درسا في عقاب الأنروا ومع انسحاب العالم من مسؤولياته تجاه غزة لن تجد رفع سوى مقاومتها فيما قررت مصر نشر نحو أربعين دبابة وناقلت جند مدرعة شمال شرق سيناء قبل توسيع الاحتلال عملياته العسكرية لتشمل مدينة رفع تخوفا من احتمال إرغام الفلسطينيين على النزوح جماعيا من القطاع والقرار المصري هذا يبرر نفسه بنفسه من أنه يخشى النزوح وليس إبادة مليون ونصف مليون فلسطيني وإذ تتقدم إسرائيل إلى رفع فإنها على الجبهة الجنوبية تقدمت إلى مشارف بيروت مع وصول صواريخها نحو جدرة التي تربط صيد بالعاصمة أي على بعد خمسة وستين كيلومترا من الحدود الجنوبية وقالت المعلومات إن المسؤول المستهدف في حماس باسل صالح نجى بأعجوبة بعدما تمكن من القفز من السيارة عند أول غارة وصالح القيادي في كتائب القسام هو مسؤول عن تجنيد مقاتلين للقسام في الضفة الغربية قبل الحرب وعمل تحت إشراف عزام الأقرع الذي تم اغتياله مع الشيخ صالح العروري وتوسع القصف هذا المساء ليستهدف مواطنين خرجوا من المسجد بعض الصلاة في بلدة حولة حيث سقط شهداء وجرح بينهم أطفال وعلى كل هذا التصعيد أبلغ الإيراني الطرف اللبناني ضرورة التهدئة وعدم الإنجرار وراء حمقات نتنياهو أو منحي فرصة النصر وقالت معلومات الجديد أن الوقت الأطول الذي قضاه وزير الخارجي حسين أمير عبداللهيان في عين التيني مع الرئيس نبيه بري تخلى له تشاور في المقترحات والحلول والمبادرات لسيما تلك التي تطرح على لبنان في سبيل تخفيض منسوب الحرب والوصول إلى ضفة التهدئة سواء عبر الموفدين الغربيين أو الوسيط الأمريكي ولاحظت المصادر أن طرفي إيران وأمريكا يتحدثان بمقاربة مشتركة